لبلورة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق عام 2026 شهدت مدينة المهن والكفاءات بتامسنع إطلاق برنامج لتعزيز الرأس مال البشري هذا البرنامج سيمكن من الرفع من جودة الخدمات المغربية واستفاء المعايير الدولية وإعداد البلاد لاحتضان كأس العالم 2030 في أفضل الظروف إطلاق هذا البرنامج كان بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة أشرفت عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لقاء اليوم يهدف بشكل خاص إلى تقريب العالم المهني من عالم التكوين ولخارطة الطريق السياحية دور في إرساء وسائل تسريع بعض المشاريع وجعل علامة صنع في المغرب مرجعية دولية البرنامج يتضمن ثلاث مشاريع تكميلية أطلق على المشروع الأول منها كاب إكسيلنس ويقوم على خلق أسلوب حكامة بإدارة مشتركة للعشرات من المؤسسات القطاعية مع مهني القطاع البرنامج يسعي لمواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة الرامية لاستقطاب أكثر من 17 مليون ونصف مليون سائح بحلول عام 2026 مع خلق 200 ألف منصب شغل مباشر ترجمة نانسي قنقر